في علاقتنا أيضاً مع نفوسنا مع نفوسنا مثل ما قاله بترس للمسيح قاله شوف يا رب بالحقيقة بدل لك شيء هو هذا نحن قد تاركنا كل شيء وتابعناك لألك ونلحقك وفهمنا بس ماذا يكون لنا؟ تعرف بترس هذا الشخص الطيب المندفع الصريح يعني أنتو أمجدك وأشكرك وأعبدك وأموت لأجلك ونحمل الصليب لأجلك فهمنا ونحن مستعدين نحن نحبك وأنا مستعد نموت عنك كمان بالآخر اكتشفنا ضعفه وكتشف ضعفه ونعيش الحياة بس بصراحة ماذا يكون لنا؟ وشوف الرب ما وبخوا على هيدا السؤال ما قاله حرام تفكر في نفسك وربما كلنا نفكر بذلك أنا عشت لهذا الإيمان صديقة أو ابن عمي أو قريبة اغتنى اشتهر وأنا لأني عشت الإيمان ورفضت خفايا الخزية وربما الرشوة أو التهريب يا رب يعني شوف حالتي مثلا أو ربما أحد التهد لأجل المسيح خسر بيت أو ربما أجزاء من جسمه أو هدد في القتل أو أخذوا منه زوجه زوجته يجي يقول أنا ماذا يكون ليه؟ فسنتأمل أيضا ببعض دقائق عن امتيازاتنا في حياتنا في السماء أول شيء بيقول لأن ملكوت الله ليس أكلا وشربا بل هو بر وسلام وفرح فر القدس كل مرة تكلم عن السماء في أي مكان في الكتاب خاصة في الحياة الأبدية في رؤي يحنى يتكلم عن فرح في السماء يتكلم عن مجد في السماء يتكلم عن عمل ونشاط في السماء رؤي يحنى 22 أصحاح هذه الأمور الأخيرة والحياة الأبدية وسلسلة أحداث تحصل ودينونات وأمور لكن في أمور معينة للإنسان ما بلاحظها هي أنه في 14 ترتيلة أو تسبيحة دوكسولوجي بسمه دوكسا من التمجيد تمجيدات لله كل مرة يحصل شيء في السماء أو يقول شيء الرب يسوه خاصة أو يحصل على الأرض فترى إما الكنيسة إما المؤمنين إما الـ 24 شيخ إما الملائكة إما وقفت وإما سجدت وإما سبحت وصرخت بصوت عظيم أنا عادت مرات بقول للإخوة اللي عم برتله في الكنيسة وعم بلحنوا صوتاتي بلكن يقبلون يا أخوة أنتوا مش خرج كنت روحوا السماء لأن في السماء هناك هتاف هناك صراخ لدرجة إما كانوا يرنموا لما كانوا يسبحوا مش عم يعملوا واجبات وتقوص دينية فتهتز السماء وتحصل زلزلة عظيمة في السماء فهناك فرح هناك إله حي هناك إله قدير وقدوس فنحن سنأخذ هذه الطبيعة منه وسنتفاعل معه في عبادته في نفس الطريقة مرة تثيرة لما بعمل عرس زواج وإجمالة بتكون في بنت هكي مهزبة نعمة بتعرف أولاد الكنائس وبنات الكنائس ومعظر أحيان هكي متواضعين ومحتشمين لكن ترى هذا الشاب العريس وتطلع سعيدة إلا هيدا هو زيته الشاب اللي بنعرفه عم يرقصه فرحان وبدو يحمل عروسه وبدو عم يطلع بعيون براقة فإذا كنا نحن كبشر نتفاعل بهذه الطريقة مع من نحب كم بالحري ربنا ومخلصنا الذي قال أنه العريس ونحن العروس الذي يعمل على تهيئتنا هنا لنليق به وفي السماء في عشاء عرس الخروف قال ستنزل الكنيسة المؤمنين كعروس مزينة لرجلها هو إذا قد صار صوت العريس أتى وهو مهلوس ما سعدوا لقائه السماء ليست مكان ممل بالحقيقة المكان الممل في الأبدية هو جهنم لأنه يسميه موت وبالموت لا يوجد فرح ولا يوجد أكل ولا يوجد شعور ولا يوجد إثارة هو ليس موت بمعنى العدم لكن بمعنى الانقطاع عن الحياة ومصدر الحياة في ظلم في صراخ في ظلم في صراخ وفي ملل وما في فرح وما في هدف وما في رجاء وما في مخلص وما في إله وما في لك المجد يا من رحمتنا يا من خلصتنا في السماء سنكون أبكار مرة فكرت أنا شو يعني سنكون أبكار أبكار أي جمع بكر بكر هو الأول بين إخوته قال وكنيسة أبكار مكتوبين في السموات وإلى الله ديان الجميع وإلى أرواحي أبرار مكملين البكر هو من له امتياز بين أخوته في العائلة امتياز في الميراث وامتياز في يحل بدل أبو في نصيب اتنين نصيب اتنين في الميراث هذا بمجمع الكتاب بكل جمالا حضارة وثقافة هناك احترام للبكر للكبير أخونا الكبير أختنا الكبيرة عم بقول أننا كلنا كنيسة أبكار كلنا لنا انتيازات البكرية كل واحد مننا مميز بنظره كل واحد منه هو أول من نوعه بنظر إلهنا قال أيها الأحباء الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعده ماذا سنكون لكن نعلم أننا أنه إذا أظهر سنكون مثله وكلمة مثله كلمة مفتحية إن كنا نريد أن نكون مثله هناك يجب أنه كما سلك ذاك أن نسلك نسلك نحن أيضا وخاصا برسالة يحن الأولى عدة مرات بقول لازم نسلك كما سلك ذاك سلك ذاك نكون أبرار أو أطهار كما كان ذاك نكون عايشين حياة نكون عندنا البر كما سلك ذاك وأن نعيش في هذا العالم ونمثله يعني يجب أن الناس لما يشوفونا يعرفوا خصال المسيح من خلالنا وكانوا يقولوا إذا كان المسيح مثل وأنا هيك بحكر تجاهك خيي أسيس نزار إذا كان المسيح مثل خيي نزار فعلا نبي نحب لأنه أرى المسيح في خصالي وحياتي وأنا أنت بركي شخصي لأيلي لكن أنا أقول أن هذا يجب أن يكون منطبق على كل مؤمن ربما الناس لن توافقنا على أفكارنا ومبادئنا وإيماننا وكتابنا لكن لازم يقولوا لكن حياتهم نحبها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة